ذات القبة الزجاجية الذهبية السميكة التي يحيى تحتها المتحورون الذين أكسبتهم الحرب النووية الطاحنة في منتصف القرن الحادي والعشرين صفات وسمات وحشية رهيبة متحتهم تفوقا جسديا ملحوظا على سكان الوادي الأزرق الذين احتفظوا بوشرتهم ومشاعرهم الآدمية الراقية على الرغم من ضعفهم ومع الغروب انعكست أشعة الشمس على القبة ذات البريق الذهبي فضعفت من تألقها على نحو جعلها تبدو أشبه بشمس ثانية تنبع من الأرض في ذلك اليوم بالتحديد الذي بدأت فيه قصتنا هذه شعور سكان الوادي الأزرق بقلق وخوف مبهمين عندما لاحظوا أن تألق القبة الزجاجية قد زاد عن المألوف بمرتين أو ثلاثة على الأقل ثم راح تألقها يتبع